طب نرجع تاني لقصة سيدنا موسى ورغم الموقف العظيم اللي حصل في مواجهته للصحراء وانهم صدقوا وامنوا بربنا سبحانه وتعالى ولكن فرعون مازال في طغيانه كان رد فعله اياه شوف في حضرتك طبعا سيدنا موسى قال للصحراء الأول ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب قلنا وقد خاب من افترى هو بيحذرهم ان الواحد يفتري على الله سبحانه وتعالى فالصحراء اعدوا مع بعض ربهم فتنازعوا امرهم بينهم واصروا النجوة اعدوا يتكلموا مع بعض وفي النهاية كانوا صحراء برضو عندهم ضر من الامان بالله سبحانه وتعالى يعني خلاص اوشكوا ان هم يؤمنوا بالله سبحانه وتعالى الواحد الاحد قالوا يا موسى اما ان تلقيه واما ان نكون اول من القى برضو هم مؤدبين صحراء مؤدبين يعني ان تلقى انت ولا نلقي احنا خيروه فطبعا سيدنا موسى برضو كان كريما معهم قال بالالقو فاذا حبالهم وعصيهم يخيلوا ليه من سحريم انها تسعى فاوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف انك انت الاعلى يعني ما تخافش هو موسى كان خيف ايه هو موسى كان خيف ايه مش كان خيف من الحياة واللي شفة لا اذا العصر بتعتب تنقلب الى ثعبان و الى حياة زي ما قلنا بكده وتهتزك ناجا لا هو كان خيف انه هو يفشل في عرض يعني معجزته او اياته او لناس ما تستناس في يوم الزين ما يوصلش رسالة ربنا سبحانه وتعالى ما يوصلش رسالة ربنا كان خيف على دينه كان خيف على الامانة ان تصل الامانة التي كلفه الله يا زوحك تفضلتي و زكارتي فربنا قال له لا تخاف انك انت الاعلى والدرس مهم جدا و كل واحد خيف يا زلمياء ان يلجأ الى الله سبحانه وتعالى و ان يقرأ هذه الاية لا تخاف انك انت الاعلى ما تخافش من حاجة الامور كلها بالمقادير كل حاجة في الكون بايد ربنا سبحانه وتعالى ربنا قال و خافوني ان كنتم مؤمنين و استاذها لمياء لو انا خفت من حد ألجأ لمن لله طب لو انا خفت من ربنا ألجأ لمن لربنا برضو برضو ربنا لمن جاء منه إلا إليه ولمن جاء منه إلا إليه هو قال لنا الذي أطعمهم من جوع و آمنهم من خوف الله الله سبحانه وتعالى هو أمان الخائفين صحيح أمان الخائفين يعني أمان للسيدة و كابت و حينة لأم موسى نارضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تعزني الخوف على المستقبل و الحزن على ما مضى فربنا سبحانه وتعالى قالوا لا تخاف ما تخافش على مستقبلك بطم من موسى على مستقبله وبعدين طبعا لما سيدنا موسى قال للصحرة ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فنزله سيدنا جبريل عليه السلام و قالوا رفقا بالصحرة فإنهم من أهل الجنة تخيالي سيدنا جبريل و قالوا كده قالوا رفقا بهؤلاء السحرة فإنهم من أهل الجنة فإنهم سيكونون بعد صلاة بعض العصر من أهل الجنة بعد العصر كان وقت الضحة فكل واحد كان بيعمل السحر بتاعه و هم طبعا فرعون أتلهم بعد العصر زي ما حيتك عارفه قالوا لهم لا أصلبانكم في جزوع النخ و لا تعلمون أيون أشدوا عذابا و أبقى هم قالوا طبعا ردوا عليه السحرة أبل ما يموتهم قالوا جملة عجيبة جدا و جميلة أوي لازم نقف قدامها كثير أوي لأنه اترك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقضي ما أنتقاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا و ما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى خلاص احنا مش عايزين حاجة بقى بعدك ولا هو الجملة العظيمة والله أفتع ليكي الجملة العظيمة أوي والله خير وأبقى انت شفت الخير من حد إلا من ربنا قل اللي انت فيه ده الخير ده منين من الله سبحانه وتعالى هو أبقى هو الباقي بعد فناء الخلق الناس كلها بتروح و بتموت و بتعيش لكن الله باقي الله خير فانت عايز بقى ربنا يكرمك دائما و أبدا استعن بالله إذا ضاقت عليك الدنيا فقل يا الله إذا ظلمك أحد الظالمين فقل يا الله إذا أصبحت فقل يا الله شوف قالهم إيه لأصلبنكم في جزوع النخ ولتعلمون أيّنا أشد عذابا وأبقى أردوا لأن نؤثرك على ما جاءنا من البيان و الذي فطرنا فطرنا يعني إيه يعني الحمد لله فاطر السماوات الفاطر هو المنشئ والمبدع والخالق هو الله سبحانه وتعالى و الذي خلقنا فاقضي ما أنفقات هلموت خلاص إنما تقضي هذه الحياة الدنيا و عدين إيه إن قالوا آمنا خد بالك برب العالمين إيه ما أقولهم أنا رب العالمين كم يقولون كد لا كملوها بقى ربي موسى و هاروس مش فرعون ليس فرعون و ده بيأكد أنهما الواحد لما يكون مؤمن بالله سبحانه وتعالى و نعم بالله ما تهنش عليه الدنيا و ما فيه بس خذ بالك المؤمن إذا استعان بالله و لجأ إلى الله سبحانه وتعالى أكيد ربنا سبحانه وتعالى هكرمه عبدي أنت تريد و أنا أريد و لا يكون إلا ما أريد فإن سلمت بما أريد فكفيتك ما تريد و إن لم تسلم بما أريد أتعبتك فيما تريد ثم لا يكون إلا ما أريد عبدي و عزتي وجلالي إن لم ترضى بما قسمت لك لصلت عليك الدنيا هتعمل في نية الدنيا يا رب الدنيا تركض فيها رقد الوحش في البرية لا ينالك منها إلا ما قسمت لك ولا أبالي عبدي لي عليك فريضة و لك علي رزق و مع ذلك فإن خالفتني في فريضتي لم أخالفك في رزقك الله صلى الله عليه وسلم يرزق المشركين والملحدين و عباد الدنيا و عباد المناصب و كل حاجة فما بالناب من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله فشوفوا جملة الصحرة في الآخر إنهم أمنوا بربنا سبحانه وتعالى قالوا الفرعون فاقضي ما أنتقاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إن أمننا بربنا ما أقولش أمننا بالله خد بالك بربنا يعني هم عندهم أمل في عطاء الربوبية و ليس عطاء الهية هتسأليني هتسأليني هو فيه فرق أكيد في فرق طبعا عطاء الإله للمؤمنين به وحدهم و عطاء الرب لكل ما خلق الله ربنا بيرزق عباده بعطاء الربوبية كل اللي يعرف ربنا و اللي بعرفش ربنا عشان كده قال إيه في بداية صورة الفتحة الحمد لله إيه رب العالمين إله العالمين ولا رب العالمين رب يعني بيرزق كله اللي بيصلي و اللي بيصليش و الضلالي و اللي زمته و اسحة و اللي بعرف ربنا و اللي بعرفش ربنا بيرزق ربنا سبحانه وتعالى الجميع بفضل منه و كرم منه سبحانه وتعالى